الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقولون المؤرخين كان عند أربعة دراهم تصدق بدرهم شرا وبدرهم علانية وبدرهم ليل وبدرهم بالنهار نزلت الآية الكريمة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار شرا وعلانية يعني اللي يجود بما عنده برغيفه يجود بقوت طعام يرجع إلى البيت يد من وراء ويد من أمام وما يحمل من الطعام شيء ويتصدق بالطعام للبائش نعم شو يقول له واحد من الشعراء أيها المال ما خدعت عليا حسبه منك بلغة لعشائه تصور هذا اللون من الكرم اللي ينتهي به إلى أن يجودوا برغيفه طيب أكو بعض الناس عنده لا شبب العظم أن الإنشان إذا عنده أموال هذا يعتبر عظيم علي بن أبي طالب وصل بالأمر إلى درجة كان يشتنبط العين من الماء ويصلح الأرض ويبيعها ووصل الأمر إلى درجة بعض ضياعة ضيعتين من ضياعة دفع بيها معاوية للإمام الحسن مليونين درهم قال لا أنا أشتريها منك بمليونين قال الإمام أنا لا أبيع ما تصدق به أبدا هذا الرجل جميع الأموال اللي كانت عنده وفي خارج أيام الخلافة وفي أيام الخلافة انتهى الأمر إلى أن تكدش بين يديه تلول من الذهب والفضة يصنفها بعود بيده ويقول يا صفراء يا بيضاء غري غيري أإلي تعرفتي أم إلي تشوفتي هاي هات فأمدك قصير وزادك حقيق